على الرغم من رفع الحظر أيام الجمع إلا أن رئيس اللجنة التنفيذية لمتابعة ملف كورونا محافظ إربد ردوان الاعتوم جدد إعازه للجهات المعنية بعدم فتح سوق الحمام حيث أكد الاعتوم أن هذا السوق يشكل مصدرا للتجمعات العشوائية ويأمه آلاف المواطنين من جميع مناطق المملكة ويمكن حدوث إصابات في حال كان هناك أحد المصابين بفيروس كورونا مدير صحة إربد الدكتور محمود الشياب من جهته أكد أن إغلاق السوق مستمر ولإشعار آخر لحين انتهاء جائحة كورونا حفاظا على صحة المواطن بإغلاق هذا السوق كون هذا السوق دائما مزدحم بالبشر وساعة لا تقل عن عشر تلاف مواطن إذا ارتأت صحة اللجنة الصحة والسلام العامة على إغلاق هذا السوق طبعا بعاز من عطوفة المحافظ ورئيس البلدية المهندس حسين بنهاني إحنا قمنا بإغلاق هذا السوق حفاظا على أمن وصحة المواطن كونه هذا بورة صاخنة وسيئة بيئيا وصحيا